كل عام أحركم بخير وكل رمضان ومصر والشعب المصري بخير لا شك أن النهاردة 23 رمضان وأن العشر الأواخر ورمضان فيها الخير والخير كله ويكفي أن نقول أن فيها ليلة مقدرها كألف شهر ليلة القدر فلابد أن نختنم هذه الفرصة لابد أن نحاول نفوز بهذه الليلة وبهذه الليلة من فينا يدرك أو من فينا لا يقين أن رمضان القادم سيلحق به اللي عنده يقين بهذا فليطرق رمضان ده لرمضان القادم لكن جميعنا لا نعلم هل اللحظة القادمة نحن ضاقون أم ملاقب الخالق وبالتالي كلما جاءت فرصة لنختنمها فلابد أن نختنمها وبأسرع وقت ممكن وسبحان الله في حكمته أن جعل لنا مثل هذه الليلة فأعمار الأمة الإسلامية أعمار أمة محمد أعمار محدودة السن ولذلك ربنا سبحانه وتعالى مدى العمر ومدى الأجل بإضافة عمر جديد بهذه الليلة وما نستطيع أن نختلف من فضلها يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ ممدوح الفلكي الإمام الأول محفظة الإسماعيلية مدرية أو قفل إسماعيلية أهل بك معنا أهل بك أهل بك إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن الله تبارك وتعالى استفى من الأمم أمة الإسلام وجعلها خير أمة أخرجت للناس واستفى من الشهور شهر رمضان وذكره بالإسم في الكرآن الكريم فلم يذكر الله تبارك وتعالى شهرا بعينه في الكرآن سوى شهر رمضان فقال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه الكرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان واصطفى الله تبارك وتعالى من الليالي ليلة القد وجعلها الله تبارك وتعالى ليلة مباركة كما قال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وجعل هذه الليلة حظيت بهذا الشرف الكريم وهذا الشرف العظيم وهي نزول الكرآن الكريم في هذه الليلة المباركة فقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القد والله تبارك وتعالى جعل هذه الليلة في العشر الأواخر من رمضان ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالعشر الأواخر عناية فائقة فكانت سيدة عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا رسول الله ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر لماذا؟ لأن هذه العشر فيها ليلة القد والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تسأل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وتقول له يا رسول الله أرأيت إن صادفت ليلة القد ماذا أقول؟ فقال قولي اللهم إنك حليم كريم عفو تحب العفو فاعف عني فهذه العشر الأواخر لها اهتمام خاص لأننا أمة متبعة وليست مبتدعة نحن أمة الإسلام نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أمرنا بذلك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا فعلينا جميعا أن نعتني بهذه العشر كما كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل وكان يصلي حتى تتورم قدما والسيدة عائشة رضي الله عنها تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هون على نفسك ألم تعلم أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ومع ذلك فيقول صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا فلهذه العشر ميزة خاصة ومكانة عالية ومنزلة سامية لماذا؟ لأن فيها ليلة القدر هذه الليلة العظيمة التي شرفت بنزول الكرآن الكريم وهذه الليلة كانت هدية ومنحة وعطية لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى أن رجل من بني إسرائيل لبس السلاح ألف شهر يجاهد في سبيل الله في النهار وهو صائم وبالليل يقوم الليل يقوم الليل وبالنهار يجاهد في سبيل الله فكأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين تمنوا أن يكونوا مثل هذا الرجل فأعطاهم الله تبارك وتعالى ممحة من عنده وهي ليلة القدر التي قال عنها رسولنا صلوات الله وسلامه عليه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يجعل هذه العشر الأواخر من رمضان بداية خير وبداية تفريج هم وتفريج كرب لأمة رسول الله وللأمة المصرية يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعنا فإن الصانع الله إذا بليت فسق بالله وارض به فإن الذي يكشف البلوى هو الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله الله مفرج الأزمة التي نحن فيها ونعبرها بأمان وسلام بإذن الله فضيل الشيخ منضوح على أرض الواقع البسطاء مننا نسأل حضرتك كيف يمكن أن نستفيد من ليلة قضل بداية النبي صلى الله عليه وسلم كان له من الأحاديث ما يثني على الليالي الفردية نعم إذن فلدينا خمس ليالي في العشر ليالي نعم والرسول صلى الله عليه وسلم قال تحروها في العشر الأخير في الوتر في العشر الأخير من رمضان في الوتر الليالي الوترية ليلة الحادي والعشرين أو ليلة الثالث والعشرين أو ليلة الخامس والعشرين أو ليلة السابع والعشرين أو ليلة التاسع والعشرين إذن فلدينا خمس ليل نعم في الخمس ليل الدعاء المستحب الذي وصنا به سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا نعم هذا الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيرة عائشة رضي الله تعالى عنها وعلمه للأمة الإسلامية جمعا اللهم إنك حليم كريم عفو تحب العفو فاعف عنه وليس هذا الدعاء فحسب إنما الكرآن الكريم مليء بالأدعية والله تبارك وتعالى يقول في آيات كثيرة في الكرآن الكريم فيها دعاء منها قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا توقت لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بآخر سورة البقر نعم ومنها قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاي تمام برضو فضيل الشيخ منضوح أنا كمواطن بسيط بسأل حدثك كيف يمكن لنا استفيد أكبر اسفادة ممكنة إيه المنهج لنا نعمل للوقت يأتي الأفطار فنفطر ونصلي المغرب ثم يأتي وقت أذاني العشاء فنصلي العشاء والقيام إلى آخر بعد القيام في هذه الأيام الوطرية في هذه الأيام كيف يمكن ما هو السيناريو أو الكتالوج اللي احنا ممكن نحمله نجلس في المساجد نعتكف نعتكف في منازلنا نأخذ المصحف ونقرأ منه أجداء ثم نصلي على ستة النبي ثم نقوم ونصلي في منتصف الليل كيف يمكن كل هذا خير ونبينا صلى الله عليه وسلم لنا فيه القدوة الطيبة والأسوة الحسنة تمام فهو صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان والاعتكاف يشمل قراءة الكرآن في المسجد تمام ويشمل الصلاة قيام الليل لأن الله تبارك وتعالى خاطب حبيبه محمد فقال يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه وردت للكرآن ترتيل فمن هنا المنهج الذي يجب علينا أن نسلكه في هذه الليالي المباركات هي أن نقرأ الكرآن نكثر من قراءة الكرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكرآن والصيام يشفعاني للعبد عند الله يوم القيامة فيقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه ويقول الكرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه ومما لا شك فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل الأمين جبريل عليه السلام على رسول الله ويدارسه الكرآن الكريم في شهر رمضان ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على أن يستجمع الكرآن ولا يتفلت منه شيء فكان يحاول أن يسبق سيدنا جبريل في مراجعته للكرآن فالله تبارك وتعالى خطبه وقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وكرآن فإذا قرأناه فاتبع كرآن ثم إن علينا بيانة نعم سبحان الله طيب برضو هناك آيات وبعض الصور لها مكانة خاصة ولها يعني دلائل خاصة نعم مثل سورة ياسين نعم مثل سورة الرحمن نعم مثل سورة الواقعة نعم فهل نختلف من بعض صور القرآن خاصة أننا جميعا أو بعظم المسلمين بيكون قراءتنا للكرآن كاملا في شهر رمضان المبارك نعم كاننا تذكرناه يجب علينا نقرأ قرآن ولكن الحمد لله نحن نقرأها في شهر رمضان وغير رمضان لكن أتمنى أنها تزيد ولكن في هذه الليالي ما هي الصور لسيادتك تنصحنا لنحن نزود في القراءة فيها لأن فضلها كبير لا شك أن هناك بعض الصور لها فضل معين فيه يعني وردت فيه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقراءتها ولثوابها العظيم ولكن يعني نحن لا نحدد ولا نخصص سورا بعينها يعني نحن لا نخصص سورا بعينها ولكن الكرآن كله خير ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا الكرآن اقرأوا الكرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وهناك بعض الصور وردت في يعني ذكرها أو في فضلها أحاديث ولكن هذه الأحاديث لا ترقى لدرجة الصحة يعني هناك أحاديث كثيرة قد تكون هذه الأحاديث ضعيفة فنحن لا نخص السورا بعينها وإنما نقرأ الكرآن كله نقرأ الكرآن كاملا وإذا لم نستطع أن نقرأ الكرآن كاملا فلنقرأ ما تيسر من الكرآن الكريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا الكرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه ويقول من اجتمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يمشي به يوم القيامة الكثير من أمهاتنا وأباءنا البصرية والسطاء الذين لا يجدون القراءة والكتابة ولكنهم يحفظون بعض صغار الصور نعم فيقرؤونها بصبت دائمة فهل هذا كافي أم أنهم الممكن أن يستمعون إلى الكرآن في إذاعة كرآن الكريم أو في مسجل أو الأخر ويرددونه خلفه يقرؤون ما يحفظون من الكرآن الكريم ويسمعون الكرآن الكريم يعني ما يحفظونه يقرؤونه ومن لم يحفظوا يسمعوه من الكرآن من الإذاعة أو من التلفزيون جميل ننتقل إلى زكاة الفطر نعم وحكمها ونعلم أن زكاة الفطر لابد أن تخرج قبل صلاة العيد صلاة العيد نعم فرأي ستكين لا شك أن زكاة الفطر تجب يعني هي واجبة على كل زكر وعلى كل أنسة وعلى كل صغير وعلى كل كبير وعلى كل حر وعلى كل عبد ما دام الإنسان يجد قوت يومه ما يكفيه في يومه وليلته فحين ذلك تجب عليه الزكاة نعم ولكن العلماء اختلفوا في وقت وقت إخراج الزكاة فرأى الإمام أحمد بن حمل ورأى الإمام الشافئي في أحد قوليه أنه تجب زكاة الفطر عند غروب شمس آخر يوم من رمضان ورأى الإمام مالك أيضا في أحد قوليه والإمام الشافئي في أحد قوليه وأبو حنيفة أنه يتخرج قبل صلاة الفجر تمام ولكن نحن لا نريد أن نضيق على الفقير يعني لابد أن تكون الزكاة قد وصلت إليه قبل هذا الوقت حتى يستطيع أن يتصرف ويستطيع أن يأتي بالمستلزمات لأولاده فأجاز الإمام أبو حنيفة أن تخرج الزكاة من أول رمضان حتى يستمتع الفقير برمضان ويستمتع بالعيد أيضا نعم هناك فارق فيما بين زكاة الفطر هي زكاة الأفراد نعم وفضيلة المفتي كان حد قال أن الحد الأدنى لزكاة الأفراد أو زكاة الفطر هو ست جنيهات للفرد نعم وقابلة إلى زيادة هذا هو الحد الأدنى ولكن نبينا صلى الله وسلم فيما رواه الإمام البخيري والإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقت فهذا الصاع العلماء يقولون أنه يعني بقدر أربعة أحفنة صاع أربعة أحفنة يعني على الفرد بمعدل عشر جنيهات هذا وقابل للزيادة تمام وقابل للزيادة الحاجة برضو لا أريد أن أفرق في بابينها أننا نتحدث الآن عن ذكاة الفطر وذكاة الفطر بمعنى ذكاة الفطر التي تخرج عن الأفراد بخلاف ذكاة المال بخلاف ذكاة الزروع بخلاف أنواع أخرى نعم هو لا شك أن الزكوات كثيرة ولكن نحن الآن نتحدث بصدد الحديث عن ذكاة الفطر وهي عن الأفراد تمام عن كل صغير وعن كل كبير يعني حتى لو ولد مولود ليلة الإيد يجب عليك أن تخرج الزكاة بالنسبة لزكاة الزروع آتوا زكاته يوم حصاد وآتوا حقه يوم حصاد حقه يوم حصاد نعم البعض البعض بيأتي إلى شهر رمضان ويقوم بإخراج كل ما عليهم من ذكاة والبعض وقصة زكاة المال والآخر رئيس تكيب طبعا لا شك أن زكاة الزروع خصوصا زكاة الزروع خصوصا لابد أن تخرج أثناء جني هذا الزرع أثناء حصاده لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده فمن كان زارعا للقمح مثلا أو للزرع أو للأرز لا ينتظر حتى يأتي رمضان تمام لابد أن يخرج الزكاة في وقتها وقت جني هذا الحصاد نعم ويخرجه من نفس ويخرجه من نفس المحصول نعم أم يخرجه من نفس الزرع نعم نعم أما زكاة المال إن كان هناك بعض الناس يؤجلونها إلى إخراجها أثناء شهر رمضان هذا لا يشترط هو لابد أن يكون قد مر عليها حول كامل سنة كاملة سنة كاملة يعني مثلا إن كان في شهر واحد عنده مال واجب فيه الزكاة بلغ النصاب الزكاة هذا المال استكمل من شهر واحد 2011 يبقى إذن في شهر واحد 2012 يجب عليه أن يخرج الزكاة لا ينتظر إلى رمضان لأن زكاة رمضان زكاة الفطر هذه على الأفراد فلا يجب أن يخلط الإنسان بين أنواع الزكاة تمام إذن مرور حول على زكاة المال هو ضرورة لخروج زكاة المال والتي تقدر بنسبة 2.5% نعم نعم طيب الحد حد أنك قلت أنه يبلغ نصاب ذكاة ما هو نصاب زكاة المال هو زكاة المال بقدر ما تشتري به 80 جرام من الزكاة ما أعلم من ذلك هو عليه زكاة من حينما يبلغ 80 جرام فأكثر عليه زكاة لدى كل فرد ولكن ويشترط مثلا في زكاة الزكاة بالذات أن يكون مدخرا لأن النبي الصلاة ليس في الحلي المباح زكاة يعني كان هناك زهب وتلبسه السيدة في الزوجة وهذا الزكاة هذا الزكاة ليس عليه زكاة إن كان يلبس وكانت تتحلى به مدخرا مدخرا فيجب عليه زكاة جميل برضو في بعض الأوقات بقول أنا لدي رصيدي في البنك أنا موفر مدخر مبلغ هذه كذا فهذا يستحق زكاة المال نعم إن كان بلغ النصاب فعليه زكاة تمام في بعض الأوقات بيكون لدي ملكية أخرى عندي بيت عندي شقة عندي ملكية تجارية إلى أخرى العقار هل زكاة المال تنصب عليها أم أن هناك أنواع أخرى العقارات أو البيوت أو الأراضي لا زكاة عليها زكاة على المال المدخل فقط نعم نعم بارك الله فيك موتان بالتأكيد طبعا يعني إحنا الأمور بتمر يجينا بسرعة في ظل هذه الأوينة وما نمر به من فترات صعبة في تانية مصر نعم كنت حرك قلتنا على آية كريمة وإحنا في هذه دعم مفتركة من قتل مؤمنا الله تبارك وتعالى شدد الوعيد على من يقتل وحرمة الدم حرمة الدم بوجه عام يعني لا يجوز إطلاقا لمسلم أن يقتل مسلما إطلاقا بل لا يجوز لمسلم أن يقتل زميا يعني يهوديا أو نصرانيا يعيش معنا لا يجوز لمسلم أن يقتل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من آزى زميا فأنا خصمه أو حجيجه يوم القيامة ومن هنا فالله تبارك وتعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيمة ونبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ويقول صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا لزوال الدنيا ويجب علينا جميعا وعلى جميع الأحزاب وعلى جميع الطوائف وعلى جميع الفرقاء في مصر وفي غيرها يجب علينا جميعا أن نعي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لزوال الدنيا على الله أهوا من قتل امرئ مسلم بغير حق ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ويقول صلى الله عليه وسلم من أعانى على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله ونحن في هذا الشهر الكريم نريد أن نكتسب الحسنات نريد أن نتقرب إلى الله نريد أن نصطلح مع الله فلا يجب علينا أن نقترف مثل هذه أنا أعيز أفضل عن حساتك من أعانى على قتل مسلم ولو بشطر كلمة يعني لم يكمل الكلمة أقتل لم يكملها تمام نصف الكلمة لقي الله يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله وإذا أمعنت النظر في الآية في سورة النساء ومن يقتل المؤمنة متعمدا أنظر إلى العقوبات المترتبة على القتل لأن الناس في هذه الأيام يستهينون بالدماء الناس يستهينون بالدماء وبالقتل الله يقول ومن يقتل المؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيبة المصطفى عليه الصلاة والسلام كان له مقولة في موضع آخر من لا يرحم لا يرحم نعم وجميعنا بندعو الرحمة من الخلق سبحانه وتعالى من أراد أن يرحمه الله فليرحم الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ونبينا مثال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله بالاقتداء به الذي أمرنا الله بالتأسي به صلى الله عليه وسلم كان مثالا في الرحمة مثال في الخلق مثال في الأدب مثال في التعامل مع الآخرين رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يقول عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما ندور في فلكي الآن هو خلاف سياسي رضينا أم لم نرده هذا الخلاف السياسي وصل بنا إلى مرحلة من الخلافات الغير سياسية وصل بنا إلى مرحلة من رحل الشمات والتشفي في بعض الأوقات هل هذه هي سمات الإسلام والفرض المسلم؟ لا شك أن هذه الأشياء وأن هذه الأخلاق التي يتمثل فيها بعض الناس في هذه الأيام لا تمت إلى الإسلام بأي صلة إطلاقا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم الحق هو من سلم المسلمون من لسانه ويده وإن أمة الإسلام مدعوة أن تتعلم وأن تتربى على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلم الأخلاق الأخلاق الكريمة نبينا صلى الله عليه وسلم حين مدحه الله قال وإنك لعلى خلق عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن مولانا يعني أنا أختتم حديثي مع حضرتك وبقول أذكر نفسي وأذكر كل أستاذ المشاهدين بقول المصدرات والسلام من لا يرحم لا يرحم وكذلك ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء نتمنى أن تعم هذه الروح الروح الرحمة والتسامح والخير والمودة جميعنا عباد لهذا الرحمن نرجو رحمته والعفو والتسامح أرجو مساعتك اللي أنت دلوقتي مولانا ندعو لهذه الأمة إن شاء الله بدعاء خير فلنسمع منك دعاء اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم احفظ مصر وأهلها اللهم احفظ مصر وأهلها اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم وحد كلمة المصريين اللهم وحد كلمة المصريين اللهم جمع شملهم اللهم وحد صفوفهم اللهم اجمع المصريين جميعا على كلمة واحدة اللهم اجمع المصريين جميعا على كلمة واحدة اللهم وفِّق قادتنا لما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم ونحن ندعوك يا ربنا في هذه الأيام الكريمة في شهر رمضان أن ترفع الغمة عن هذه الأمة اللهم ارفع الغمة عن هذه الأمة اللهم ارفع الغمة عن هذه الأمة اللهم وحد كلمة المسلمين اللهم وحد صفوفهم اللهم جمع شملهم اللهم انزع الحقد والغل من بينهم اللهم اطرد الشيطان من بينهم اللهم ارزقهم جميعا الإخلاص والحب في الله اللهم اجعلهم أمة متحابين يا رب العالمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احق اندماء المصريين جميعا يا رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين اللهم آمين آمين يا رب العالمين في نهاية اللقاء نتوجه في الشكر لفضيلة الشيخ بارك الله فيك الإمام الأول مضيطة أوقافي الإسماعيلية شكرا لك وبرك الله فيك وسعيدنا باللقاء ونشكركم ونشكر استاذ المشاهدين جميعا ونشكر الأمة الإسلامية ونسأل الله أن يجمع شملهم جميعا يا رب العالمين مشاهدين الكلام منطقة محكم إلى محافظة السويس تحديدا